كله شافنا لكن بس انا بتكلم عن بعض الناس اللي مشاركتش من مصر ودولة اساطير موجودين يعني حسام حسن لما يبقاش موجود مين اسطورة اكتر من حسام حسن كاس عالم وكم كاس امم افريقية ده من 86 تمام عصام الحطري يعني لما مكنش موجود الصورة دي يا جماعة صورة مشرفة بنشكر عليها وزارة شباب الرياضة بشكر على الدكتور ايشرف صابح ان يا جماعة لما يكون عندنا وزير محترم وزير اكاديمي وزير يعي جيدا كيف تدار الامور ويفكر خارج الصندوق ده شيء جميل على الرغم من اننا كان نفس بس الملعب ممكن كنا يعني نعمل ملعب افضل من كده لكن الصورة جميلة ده المصود الامن والامان والمنظر اللي موجود ده والاهرامات ورانا والنجوم العالم دولة كلهم موجودين افريقيا وعربيا وعالميا ده الحدث الرائع جدا قبل طبعا الحدث اللي كان موجود في سهل حشيش طبعا وكلنا فاكرين نجوم ادي كانوا يا سلام النجوم الجميلة طبعا زي ما انه ده ربح منجر طبعا نجم الجزائر الشهير ودواء الجمعة وغرم لكن انا كان نفس برضو يعني الاثنين من الاساطير في القرى المصرية يكونوا موجودين في التكريم زي كابتن حسام حسن وزي كابتن عصام الحضر عندي زي ما قلت لحضراتكم كلام كتير جدا 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 النهاردة في الحلقة الحصاد وعندي ان شاء الله جزء خاص بالتحكيم ومرة تانية بيؤكد ثقة الكاملة في التحكيم المصري وان الحكم بشر يخطئ ويصيب ويأخذ قراره في جزء من الثانية فرحمة بالحكام ارحموهم وارجوا ان احنا نطبق تقنية البار ان لو نجح اللجنة فيها زي ما قالت في الدور التاني حيبا نجح كبير جدا للسيد عمر الجنيني زي ما قلت لحضراتكم ما هو ايجابي بنقول لهم شكرا عليه ولو في بعض السلبيات بننبه عليه عشان نبتعد عنها ومرة تانية يا سيد عمر الجنيني ارجوك ارجوك اتواصل اتواصل حضرتك مع اللجنة او مع الانديس القسمين الثاني والثالث شوف مطاريبهم ايه لان انا حقول لحضرتك بس حاجة منتخب مصر للأولمبي الى ساعة الأولمبيات توقل عشان اعرفك بس اللاعبين بتوعنا بيجوا منين عمر حمدي من ناشئ النصر جاي من نادي النصر قسم التاني وانتقل للأهل عبد الرحمن مجدي من الترسانة وبعد كده راح لإسماعيل امام عشور من غزة المحلة خرص الحدود ثم للزمالك محمود الجزار من كهربة اسماعيلية وبعد كده للجونة حمدي فتحي من ضمنهور ناصر منسي من الشمس مروان حمدي من النصر ولاعب نجوم المسابة المحمود صابر ولاعب نادي الأولمبي نادي حسن ودولة موجودين في المتخب الشباب مع كبت الرابع ياسين فانديس القسمين الثاني والثالث هما منجم الدهب اللي بيطلع منهم بنشير من عليهم بالطراب نمسحوا كده ونوديهم لانديس الدور الممتاز فارجوك يا فاندم اهتموا شوية بانديس القسمين الثاني والثالث ويوسعوا قاعدة المشاركة وشوفوا الناس دي محتاجة ايه خلوكوا معهم بدل ما يروحوا الجهة تانية انتوا الجهة الشرعية حلالة اللي بتدير الكرة في ماز فارجوكوا تكونوا موجودين معاهم اطلع بيه تعرير عن ختام مباريات بعض المجموعات في دولة القسم الثالث وينضم اليه النقدين راضيين كابتن محمد باهي وكابتن احمد الاصص اشتركوا في القناة